بص بقى الجمهور السعودي بطبيعة الحال وده اكيد فرحان فرحة غير طبيعي او طيب الجماهير العربية كلها بقى القطري والاماراتي العماني البحريني المصري الجزائري المغربي التونسي هتلاقي الكل بيشارك اخوانا في السعودية انا شايف اوه ناس حتى حتى عالم ليبيا وفرحانين وبيشجعوا مبسوطين جدا بفوز المملكة العربية السعودية او المنتخب السعودي شيء رائع بالمناسبة شيء رائع في ايه بس بانه السعودية فازت على الارجاتين اتنين واحد لا الاجمل حقيقي مش هزار هو انه كل المشجعين العرب كل الوطن العربي فرحان يعني اللي كنت بقولهولك من وقت ما بدأ المونديال في الحاجات اللي زي كده الفرحة واحدة في الحاجات اللي زي كده السعادة واحدة زي ما الخير بيعوم زي ما كنت بقولك مبارح يعني يحصل نشاط رائع جدا للسياحة في منطقة الخليج العربي على خلفيته على حس مونديال قطر عشرين اتنين وعشرين خير وبركة حاجة تفرح الخير لما يتوزع على الكل اهلا وسهلا رح لواحد بس فينا برضو اهلا وسهلا في النهاية نحن سعاداء تفوز السعودية على الارجنتين خير وبركة بكرة المغرب بإذن الله كمان تفوز خير وبركة السعودية لعبة مطش حلو كل صحابي واصدقائي اللي هم قوي في الكرة قالوا لي حتة مطش مية مية كله قال لي كده انا بتكلم جدي يعني انا لا ادعي ان انا رجل فاهم كرة قدم يعني بص ادي المطشة هو شايف ميسي حاطت ايده على رأسه لو يا دين النبي اه بص كده يا قمر ابيض اللي بيحصل ده دي ترجمة ده كده بالاسباني يعني لاننا طبعا كده عشر اسباء بس هو بيقول ايه الله لكن هو عمليا جواه اللي بيحصل يعني انت متخيل ملعب في ميسي في فرقة تخسر ميسي ده اسطورة ده هم تلت اساطير في كرة القدم حلو مش هقول لك يا سيدي الصلاح مان انا في رأيي صلاح دخل مرحلة الاسطورة ده بجد يعني لكن عندك بيليه مارادونا ميسي التلاتة دول العالم اجمع انه هم التلت اساطير اللي في كرة القدم العالم انا رأيي وصلاح حلو لكن خليني العالم ميسي اتهزم عارف انت مورسي الزنات يتهزم يا رجالة ميسيت هزم يا رجالة النهاردة ده معنى ايه ده معنى ايه معنى انه معنى انه المنتخب السعودي لعب ماتش عظمة العظمة ترجمة نانسي قنقر